مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالنسبة للعرب هي مباراة بين رياض محرز ومحمد صلاح اللقاء انتهى بالتعادل السلبي لكن منصات التواصل ظلت مشتعلة بين مشجعين فريقين ولرياض محرز كان النصيب الأكبر مانشستر سيتي حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 86 يعني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق جوارديولا اختار محرز للتسديد قال تعالى يا بطل سدد جيب لنا قول عمليا هذا هو المرمى الحارس أليسون بيكير يستطيع صد الكرات ضمن هذا القوس يعني محرز بالنهاية لديه أربع زوايا الملونة بالأزرق إما أن يسوط إلى هنا أو ربما يذهب إلى هناك هذه مثلا لن تعمل انسوا انسوا الموضوع هنا لكن فرصه قليلة هنا انظروا إلى هذه الزاوية الرحبة طبعا المرمى واسع تقريبا سبعة أمتار ونص بمترين ونص يعني لديك المساحة الكافية ما الذي فعله رياض محرز أين سدد برأيكم بالهوى اختار أن يصوب بالطبع بين متناول يد الحارس لكنها أعلى بكثير فضيع فرصة ذهبية قبل أربع دقائق من نهاية المباراة هذا الموضوع طبعا سئل عنه بيب غاردويولا مدرب فريق مانشستر سيتي وقال في الإجابة لأنه في التدريبات كان يتمرن كل يوم على ركلة الجزاء وهذا أعطاني ثقة كبيرة ستكون تجربة جيدة بالنسبة له في المرة القادمة سوف يحرز الهدف هذا تعليق غاردويولا ولكن ماذا عن المغردين هذا مدربه هذا المغرد أحمد مصطفى يقول ياض محرز مش متخصص ضربات جزاء هو داخل عشان يبان أنه أفضل من محمد صلاح فطوحها ببركة دعاء المصريين راجع أحصائيات محرز في ضربات الجزاء وأنت تعرف كلامي صح ولا لا وفاء تغرد وين المشكلة؟ هل هي نهاية العالم؟ أكبر لاعبين ضيعوا ضربات الجزاء والمهم أنه أدى مباراة جميلة أحرزوا تعادل خارج الديار رغم أن التحكيم لم ينصفهم وحرمهم من ثلاثة ضربات جزاء أخرى لم ينتهي الحديث عن محرز بعد فهناك أيضا حدث أكبر شغل المغردين ومحبي محرز بالطبع كلنا سمعنا عن الزلزال الذي ضرب إندونيسيا طبعا أحلى فيها دمارا بمناطق عدة ومن بين الناجيين هذا الطفل الذي سيظهر الآن رزقي وهو من محبي كرة القدم خاصة فريق مانشستر سيتي الذي كان يشاهده في أحد المقاهي عندما ضرب الزلزال منطقته مراسل بي بي سي ناك بيك قابل الطفل وعلم منه أن لاعبه المفضل هو رياض محرز بيك طبعا تواصل مع فريق مانسيتي وأحضر للطفل الذي يعاني من كسر في ذراعه هذه المفاجأة تحياتي رزقي هناك شخص يريد أن يرحب بك كيف حالك؟ أتمنى أن تتحسن سمعت أنك تشجع مانشستر سيتي فأردت أن أتمنى لك شفاء سريعا وأرسل لك كل التمنيات الطيبة من مانشستر سيتي أيضا محرز قال إنه سيرسل لك قميصا موقعا منه لا أستطيع الانتظار حتى تدي القميص القصة بالطبع لا تتأنظار المغردين أيضا سفسطاء مصر يقول هكذا يجب أن يكون كل إنسان محبا للخير والعطاء بكل ما يستطيع فسنرحن جميعا ويبقى عمل الخير محمد يقول جميل من محرز تواضعه رده على الطفل الإندونيسي هذا ما يجعل محرز كبيرا ترجمة نانسي قنقر